من جانبه قال مارك رولي كبير ضباط مكافحة الإرهاب في بريطانيا إن الشرطة البريطانية استجابت بسرعة كبيرة وشجاعة للحادث الذي وقع وسط لندن مؤكدا أيضا أنها واجهت ثلاثة مشتبه بهم وأطلقت عليهم النار وقتلوا في بورو ماركت لقد استجابت شرطة لندن لحديثي لندن بريتش ومنطقة بورو ماركت في لندن ونتعامل مع الحادث على أنه عملية إرهابية ويجري التحقيق حولها الآن في مركز مكافحة الإرهاب في لندن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن الليلة الماضية قامت شاحنة صغيرة بدهس المارة على جسر لندن ومنطقة بورو ماركت المجاورة منفذ العملية طعنوا العديد من الأشخاص من بينهم ضابط شرطة رجال الأمن أطلقوا النار على منفذ العملية وقتلوهم في غضون ثماني دقائق المشتبه بهم كانوا يرتدون ما يشبه السترات المتفجرة لكن تبين فيما بعد أنها خدعة